اكد سعدة السيد عبدالله بن عادل فخر وزير صناعة والتجارة الدام المستمر الذي تحظى به العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعدته إلى الصين كما نوه سعدته بالحرص على مواصلة توسيع أوجه التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وبمختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى اجتماع سعدة وزير الصناعة والتجارة بالسيد شين شانجيو مفوض الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في مدينة بكين حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج تجريبي لبراءات الاختراع وأشار سعدته خلال الاجتماع إلى التزام المملكة بتعزيز بيئة الابتكار وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز حماية الملكية الفكرية مؤكدان أن مذكرة تفاهم الموقع بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال حماية الملكية الفكرية وتطوير قدرات الابتكار في كلا البلدين الصديقين بالإضافة إلى أنها تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني وتبادل المعرفة ترجمة نانسي قنقر